إذ قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين اليوم الأحد إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين وفق ما نقله موقع أكسيس كما قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أو سيعملان بشكل منفصل وأضافوا أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي